أم ليث من العراق تقول أيضا خالتها يعني عمرها 71 سنة عائشة مع زوجها تقول الزوج للأسف سيء الخلق معها يسيع عشرتها يطعنها في شرفها يعني قاطعها وميعيشون في بيت واحد يعني تسأل تقول ما حكم مثل هذه الحالة أم ليث بارك الله فيك بالنسبة لخالتك ما دام أن زوجها لم يتلفظ بالطلاق فهي زوجة له الآن يعني عقد الزوجية ما زال قائما فكونهم يعيشون في بيت واحد وهاجرها هذا ما يعني بأن عقد الزواج قد فسخ أو انقطعت الزوجية بينهما لا الزوجية قائمة متى تنتهي الزوجية إذا هي خلعته أو هو طلقها هي خلعته على مبلغ مالي كما قال جل وعلا فلا جناح عليم هي مفتدت به أو هو طلقها مثلا تنقطع العلاقة الزوجية فكون الآن عائشة عمرها واحدة السبعين تقول هذا بيتي وبيت عيالي وكذا والرجل سيء الخلق وهاجرها مثلا هذا ما يعني بأن الحياة الزوجية انتهت مثل ما ذكرت وأؤكد على أن الحياة الزوجية ما تنتهي إلا بمثل هذا هذه الحالة ويقضية الطلاق من قبله أو الخلع من قبلها أو الفسخ من جهة القاضي أما هذا الزوج أكيد بأن هذا الزوج في عمر مثل هذه الزوجة أو أكثر منها فعلي أن يتق الله عز وجل يعني ماذا بقي الآن في عمر هذا الرجل حتى يبقى والعياذ بالله موغل في قضية الأذية والضرر والكلام السيء والطعم في الأعراض نسأل الله العافية والسلامة يعني ألا يتق الله ألا يقوم أحد من أقاربي فيذكره الله ويقول لما بقي من عمرك أقل مما ذهب الآن هو مسافر يوشك أن يصل إلى هذه الحفرة ما بقي شيء في طريق سفره إلى أن يذهب إلى هذه الحفرة ألا يتق الله ألا يخاف الله كيف الآن يطعم في عرض أم عياله اللي جابت لأولاد وزوجته اللي خدمته طوال عمرها كيف يطعم في شرفها والله عز وجل عظم ذلك قال سبحانه وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كيف يلقى الله عز وجل بهذه الذنب وهذه المعصي وهذه الأذية ما يخاف أن هذه الحرمة تدعي عليه تقوم الليل وتدعي عليه أن الله يسلط عليه بلاء وسخط ما يخشى أن الله عز وجل يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله وذلك ذكروه عجيب سبحان الله أمر بعض الناس يعني يدلف إلى عمر متأخرة ومع ذلك مقيم على الذنوب لا يبرح وعلى الأذية والعياذ بالله أذية الناس الأقربين والأبعدين وكأنه سيعيش عمر نوح وهب أنك عشت عمر نوح وماذا بعد ذلك أليس الموت أليس الموت هي إهاية كل حي قال جل وعلا كل من عليها ثان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام لذلك علي أن يعود إلى الله عز وجل و هذا الكلام ليس فقط لهذا الرجل يعني الذي جاء ذكره في السؤال بل لكل رجل أن يتق الله و أن يخاف الله و لكل أمرأة أيضا تؤذي زوجها أن تخاف الله إلى متى حاولوا أن تنشروا السلام حاولوا أن تحملوا السلام في قلوبكم حاولوا أن تخففوا من هذا الاندفاع و هذا الحرص على الدنيا و الذي لو رجعت و حاولت أن ترى ما هي هذه الأسباب كلها دنيا كلها تجد أنها سببها الدنيا أبدا و الله لو كانت الأسباب أخروية ما كانت مثل هذه المشاكل خففوا يا جماع الإنسان الآن المسافر يعني لما يقطع مسافة سيصل في النهاية الإنسان له عمر كل يوم من أيامه من أيامه يعني تغيب شمسه خلاص قطع مسافة مسافة عمره مثل هذه الرزنامة الموجودة الآن التقويم يوميا تقطع ورقة أنت حتى تصل إلى نهاية العام هذا عمرك تذكروا وتفكر هذه الرزنامة التي تقطعها يوميا أنت تقطع يوميا من سيرك إلى الله عز وجل من مراحل سفرك إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك لما قال رجل لبعض العلماء لما سأله بعض العلماء قال كم عمره؟ قال ستون سنة قال لا إله أنت منذ ستين سنة ومسافر إلى الله توشك أن تصل توشك أن تصل يعني ما بقي شيء ما بقي شيء على الناس أن يعيده الآن بعض الناس إذا جاء يرتب حياته يرتب أوراقه ويرتب كذا يعني يستعد يقول النو وغيره كان الصعابة إذا بلغ الرجل منهم أربعين سنة تنسك خلاص يستعد لمقابلة الله سبحانه وتعالى فذكري بهذا وقوموا له قومة ناصح وقلوا له اتق الله هذا الكلام لك أنت هذه المرأة مظلومة تأخذ من حسناتك يوميا أما أنت مسكين أنت الآن اللي تكسب من الحسنات يذهب لزوجتك ويذهب لهؤلاء المظلومين